زيارة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضواء المجلس الدكتور عبدالله العليم والشيخ عثمان مجلل لمحافظة تعز عززت الحضور الوطني للمحافظة ومكانتها النضالية في معركة الجمهورية ضد الإمامة والانقلاب الحتي ودفعت بجهود الدولة لتطبيع الحياة فيها تفاصيل أكثر في التقرير التالي أعوام من الحرب والحصار وتعز تبرهن أن قيمة الحرية نعمة كبرى وجدت لتبقى فيها وليس لأحد الحق أن ينتزعها منها عقد من القتل وصناعة المجاعات وفي وسط الحزن دعايات مغرضة تكرر القول القديم بأن تعز منسية زيارة أولى لفخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة لمحافظة تعز جاءت بمثابة برهن نافية للدعاءات نسيان عاصمة المقاومة والنضال ضد تمدد المشروع الإيراني في المنطقة عموما واليمن خصوصا فموقف الفرد من الدولة والخير الذي مصدره حب الناس بين عنه حفاوة الاستقبال الشعبي العفوي للرئيس والوفد المرافق له الذي أكد أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن دون خوف فتعز كانت وما زالت درعا وسيفا للجمهورية في مواجهة سرخة الدم من أجل عرق سلالة منحرفة قائمة على التمويل الفوضوي من جيوب الفقراء معركة حرب ربحها بالحب رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي باختيار تعز لتفقد أحوالها في إطار جهود الدولة لتطبيع الحياة فيها بعد أن حولت الميليشيات الحوثية للمدينة الأكثر ازدهارا من الناحية التجارية والصناعية والثقافية والعلمية إلى أرض خريبة ومهجورة نتيجة خسرانها لمعظم قوتها وقوتها العاملة الماهرة والكفاءات والخبرات في مختلف التخصصات وارتحال البيوت التجارية عنها وهو الرحيل الذي خلف فجوات في الاقتصاد المحلي والوطني سيستغرق إصلاحه وقتا طويل بغض الطرفي عن التكلفة التي تحملتها تعز فقد شهد وشاهد العدو قبل الصديق سعادة ريفها وحضرها برئيسها ومرافقيه وكيف أبدأ أبناؤها استعدادهم لاجتهاز الحرمان المادي كبرهان على العظمة الروحية لمدينتهم التي كان وما يزال اقترانها بالدولة يشكل معلما في الهوية الجمهورية غادر الرئيس العليمي تعز بعد أن تركها على حقيقة التغيرات المهمة التي جرت وتجري وبصيص أمل يدل على المستقبل الوافد إليها إذ تشير النتائج المبدئية أن الزيارة الرئاسية المليئة بالخير والمحبة أسهمت في تعجيل تنفيذ التدخلات الإنمائية والإنسانية في تعز بالموازات مع تفقد ودعم جبهات الصمود الإسطوري وإرسال رسالة للكهنة الإماميين مفادها الجمهورية ستصون كل أجزائها اشتركوا في القناة